اشتركوا في القناة وهم غافلون عن تلك الساعة الرهيبة التي سيغادر الإنسان فيها هذه الدنيا بملذاتها وشهواتها وأهوائها سيغادر بماذا بإيمان وعمل صالح أم بغير ذلك إن كثيرا من الناس يعتمدون والعياذ بالله ولا أقول أعوذ بالله وذلك إلا من سوء عملهم يعتمدون على عفو الله ورحمته مع أنهم مفرطون في الأعمال الصالحة وما علموا غضبه ومقته سبحانه وتعالى وهو القائل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أحبتي إنها الجنة إنها الحور العين فهل نسير في طريقها أم تأخذنا الدنيا بأهوائها وشهواتها يملة ويسرة إنها الجنة نعم أحبتي في الله لله قوم كما يقول ابن القيم نحضت بهم عزائمهم نحو الجنة فسروا بها وسروا إليها مدلجين ولم ينزلوا بشيء من منازل الطريق مستريحين ولكنهم واصلوا السير إلى غايتهم معرضين عن هذا الخزف الخسيس مؤثرين عليه الذهب النفيس ساروا إليها تحدوهم أشواقهم قاصدين إليها غير متعثرين ولا معوجين ولا وانين ولا متخلفين حتى وصلوا إلى غايتهم سالمين ما ضرَّهم في الدنيا ما أصابهم فجبر الله لهم الجنة بكل مصيبة أصابتهم كل تلك الهموم والأحزان التي كانوا يعيشونها في الدنيا عوَّضهم الله بها بالجنة فنسأل الله ذلك من فضله